مرحبا أصدقائي بحلقة اليوم رح ندرس واحد من أكثر أمثلة خوارزمية أي ستار شائع وهو مثال مدر روماني هذا المثال هو من أهم الأمثلة اللي تستخدم لفهم خوارزمية أي ستار إذا افتهمت هذا السؤال فأنت بنسبة كبيرة افتهمت خوارزمية أي ستار بالكامل لذلك أتمنى تركزون معي بها الحلقة وأتمنى تكون حلقة سهلة السؤال يقول Given a mob of Romania with cities and distance between them in kilometer يعني باستخدام خريطة رومانيا اللي عندك اللي وياها المدن والمسافات بين أتين بالكيلومتر Find the shortest route from Arad to Bucharest يعني يقول لك جد الطريق الأقصر بين Arad وبوخarest Using A-star algorithm باستخدام خوارزمية A-star إذا نجيب على الخريطة فإن الخريطة بها 20 مدينة من مدن رومانيا بالسؤال يريدنا نوصل من مدينة Arad إلى مدينة بوخarest اللي هي عاصمة رومانيا هاي مدينة Arad وهاي مدينة بوخarest إحنا نريد نلقي الطريق الأقصر للوصول من Arad إلى بوخarest باستخدام A-star algorithm إذا تلاحظون بالسؤال فرح نشوف أنه بالسؤال منطينا المسافات بين كل مدينة والمدينة المجاورة إليه على سبيل المثال بين Arad و Zerend منطينا 75 كيلومتر بين Zerend وأوراديا منطينا 71 كيلومتر بين Arad وتيمسوارا منطينا 181 كيلومتر وهكذا ومنطينا أيضا القيمة المتوقعة للوصول إلى بوخارست على سبيل المثال القيمة المتوقعة للوصول من Arad إلى بوخارست هي 366 كيلومتر المسافة المتوقعة للوصول من بوخارست إلى بوخارست هي 0 كيلومتر ليش 0 كيلومتر؟ لأننا بالمحاضرات السابقة قلنا أن المسافة للوصول من المدينة الأخيرة إلى المدينة الأخيرة صفر أنت من توصل إلى المدينة الأخيرة بعد ما عندك قيمة متوقعة للوصول إلى مدينة بعدها أنت وصلت بعدها أنت بالمدينة الأخيرة فالقيمة للوصول من بوخارست إلى بوخارست صفر فاللاحظ من القيم الوراها على سبيل المثال من بوخارست الى كرايوفا هي 160 كيلومتر مثلا من بوخارست الى سي بيو هي 253 كيلومتر من بوخارست الى زيرند هي 374 كيلومتر وهكذا مثل ما يبين الجدول مرح نبدأ نحل بالمثال رح تعرفون شن فائدة القيم بين المدن والقيم المتوقعة اللي مطنيها بهذا الجدول زيان نجي اول شي شنسوي نكتب القانون مع الاي ستار الالغورثم القانون مع الاي ستار الالغورثم يقول F of N يساوي G of N زائد H of N ونقدر نكتب بشكل ثاني حتى يسهل حفظك نقدر نقول انه total يساوي cost زائد heuristic التوتال هو شنو؟ التوتال هو المسافة الكلية للوصول من المدينة الاولى الى المدينة الاخيرة اللي يساوي cost اللي نفسه G of N اللي هو المسافة بين كل مدينة والمدينة المجاورة اليها او مسافة الطريق من البداية الى المدينة اللي احنا هسا در نشتغل عليها هاي اللي هي heuristic وال H of N هي القيم اللي منطينا ياه بهذا الجدول مثل ما رح نشوف الساب الحال الخطوة الاولى بالحال هو انه نكتب المدينة الاولى اللي هي اراد زيان احنا ليش بدينا اصلا من اراد بدينا من اراد لانه هو بالسؤال دا يقول لنا انه احنا لازم نبدأ من اراد الى بوخارست نجي نحسب شنو؟ نجي نحسب قيمة ال F of N لاراد اللي هي اش تساوي تساوي G of N زائد ال H of N زيان نشقدت G of N للاراد؟ يعني نشقدن المسافة الوصول من اراد الى اراد هي صفر زيان نشقدن المسافة الوصول من اراد الى بوخارست هاي نجيبها من الجدول من بوخارست الى اراد هي 366 فرح يكون الاف او في الامالتنا هو صفر اللي هي قيمة الجي زائد 366 اللي هي قيمة الاتش نجي نكتب صفر زائد 366 ويساوي 366 خلصنا الخطوة الاولى هسا نجي ننتقل من اراد الى المدن المجاورة اليه حتى نبحث عن الطريق الاقصر اللي وصلنا الى بوخارست من اراد احنا وين نقدر الروح اذا رجعنا للخريطة رح نشوف ان احنا من اراد نقدر الروح من اراد الى زيرند من اراد الى تيمسوارا ومن اراد الى سي بيو فش نسوي نجي نكتب هيا ثلاثة عدنا تشم طريق عدنا تلاف طرق الطريق الاول رح يكون من اراد الى زيرند الطريق الثاني من اراد الى تيمسوارا والطريق الثالث من اراد الى سي بيو نجي نحسب قيمة الطريق لكل واحد منهم اول شيء المن الزيرند نرجع للخريطة من آراد إلى زيرند قيمة G هي 75 هي قيمة الوصول من المدينة إلى المدينة المجاورة إليه يعني من آراد إلى زيرند هي 75 قيمة الـ H of N نشكت قيمة الـ H of N هي من زيرند إلى بوخارست هالخريطة ما تطرق إلى بوخارست ندور زيرند وين زيرند هي المدينة الأخيرة قيمتها 374 يعني قيمة الـ H of N للزيرند راح تكون 75 زائد 374 نجي نكتب نقول 75 زائد 374 اللي راح يساوي 449 زيان تكلفة الطريق إلى تيميسوارة شقد هل منرجع للخريطة قيمة الطريق إلى تيميسوارة هي 118 اللي هي قيمة الطريق من آراد إلى تيميسوارة اللي هي G of N زائد قيمة الطريق من تيميسوارة إلى بوخارست اللي هي القيمة المتوقعة لـ H of N اللي هي 329 فرح تكون قيمة الطريق إلى تيميسوارة هي 118 زائد 329 نجي نكتب نقول 118 زائد 329 اللي يساوي 447 وقد عندنا المدينة الأخيرة اللي هي CPU هل منرجع للخريطة ونقول أنه قيمة الطريق الواصل من آراد إلى CPU هو 140 والقيمة المتوقعة للوصول من CPU إلى بوخارست هي 253 فرح تكون قيمة الطريق الواصل من آراد إلى CPU هو 140 زائد من آراد إلى زيرند وتيميسوارة وسيبيو بين ذن المدرل الثلاثة إلى أي مدينة رح ننتقل رح ننتقل إلى المدينة اللي المسافة إليها أقصى اللي هي CPU لأن بين 393 و 447 و 449 رح نروح للقيمة الأقل اللي هي 393 لـ CPU فرح تكون مدينتنا الحالية اللي رح نحاول وصل إلى بوخارست منها هي CPU فننقل سهمنا من آراد إلى CPU حتى نعرف إحنا وين نواقف ونكمل نرجع للخريطة حتى نشوف إحنا كم طريق عدنا نقدر نوصل منه من CPU إلى بوخارست عدنا أربع طرق طالعة من CPU ونقدر نمشي به اللي هي من CPU إلى آراد من CPU إلى أوراديا من CPU إلى رامين كفاتلسي ومن CPU إلى فقرس فرح نرجع نكتب لن الطرق جوه حتى نطلع قيمة كل طريق فرح يكون لدينا أربع طرق قلياتي من CPU إلى رامين كفاتلسي من CPU إلى أوراديا من CPU إلى فقرس ومن CPU إلى آراد نحسب قيمة كل طريق منه أول شي نشوف قيمة الطريق من CPU إلى رامين كفاتلسي فنرجع للخريطة قيمة الطريق من CPU إلى رامين كفاتلسي هي 8 بس هل نكتب 80 قبل زائد 193 لا لازم نكتب جيوف الأن هي قيمة الطريق كله الواصل من آراد إلى رامين كفاتلسي مو من CPU إلى رامين كفاتلسي فرح تكون قيمة جيوف الأن هي 140 زائد 80 بعدين نقول زائد 193 فرح نجي نكتب جوه نفتح قوس ونقول 80 زائد 140 اللي هي هاي كلها قيمة جيوف الأن اللي هي قيمة الطريق الواصل من البداية من الآراد إلى رامين كفاتلسي بعدين نسد القوس ونكتب قيمة الواصل من الجدول اللي هي 193 فرح يكون الناتج 413 سب النسبة للطريق من CPU إلى أورادية هم نرجع للخريطة حتى نشوف قيمة الطريق من CPU إلى أورادية قيمة الطريق بينها 251 بس هميا قد نحن نحسب من البداية لأن رح يكون 140 زائد 151 هاي قيمة الجيوف الأن زائد قيمة الأش أوف الأن اللي هي جقد من الجدول 308 نجي نكتبها جوه فرح نقول 140 زائد 151 اللي هي هاي قيمة الجيوف الأن زائد 308 اللي رح يساوي 671 نفس الشي بالنسبة للطريق CPU فاقراس نرجع للخريطة من CPU إلى فاقراس هو عبارة عن 140 زائد 199 زائد اللي هيورستيك اللي هي 178 فنقول 140 زائد 99 زائد 176 اللي رح يساوي 415 نفسه بقعدنا الطريق الأخير من CPU اللي هو الطريق الراجع إلى آراد نجي نشوف قيمته بالخريطة رح تكون قيمة الطريقية من آراد إلى CPU 140 كيلومتر بعدين من CPU رجع إلى آراد 140 كيلومتر زائد الهيورستيك للوصول من آراد إلى بوخرست اللي هو شغير اللي هو 366 نكتبها جوه فنقول 140 زائد 140 اللي هي قيمة G of N زائد 366 اللي هي قيمة H of N رح يكون المجموع 646 بعد أن عرفنا قيمة كل الطرق الطالعة من CPU وين رح نروح؟ رح نروح من CPU إلى رامين كوفاتلسي اللي قيمتها 413 لو إلى أوراديا اللي قيمتها 671 إلى فاقراس اللي قيمتها 415 لو إلى آراد اللي قيمتها 646 رح نروح إلى رامين كوفاتلسي ليش؟ لأن هي أقل قيم فالمدينة الحالية اللي رح نشتغل عليها هي رامين كوفاتلسي وننقل السهم والتنا إلى رامين كوفاتلسي حتى نعرف إحنا ويندن نشتغل نرجع إلى الخريطة حتى نشوف تشم طريق عدنا طالع من رامين كوفاتلسي ممكن يوصل إلى بوخرست في النهاية من رامين كوفاتلسي عدنا ثلاث ضرق طالعة طريقي يرجع إلى CPU طريقي يودي إلى بيت ستي وطريقي يودي إلى كريوبا فنرجع نكتبهن جوه حتى نحسب قيمة كل طريق فعدنا من رامين كوفاتلسي ثلاث طرق طريقي يرجع إلى CPU طريقي يودي إلى بيت ستي طريقي يودي إلى كريوبا نجي نحسب قيمة كل طريق أول طريق هو من رامين كوفاتلسي إلى CPU نرجع نشوف قيمته على الخريطة من رامين كوفاتلسي إلى CPU وهو عبارة عن 140 بعدين 80 بعدين الرجع 80 فنحصل 140 زائد 80 زائد 80 زائد قيمة الوصول المتوقعة من CPU إلى بوخارس اللي هي 253 فنجل نكتبها جوه فنقول 140 زائد 80 زائد 80 اللي هي قيمة جي أو في الان زائد 253 تطلع قيمتهم 553 طريق الثاني هو من رامين كوفاتلسي إلى بيت ستي نرجع نشوف قيمة هذا الطريق بالخريطة من رامين كوفاتلسي إلى بيت ستي هو شغير هو 140 زائد 80 زائد 97 زائد القيمة المتوقعة للوصول من بيت ستي إلى بوخارس اللي هي 98 نجل نكتبها جوه راح نقول هي 140 زائد 80 زائد 97 زائد 98 ورح تكون قيمتهم الكلية هي 415 الطريق الثارث من رامين كوفاتلسي هو إلى كريوهو نرجع نشوف قيمة هذا الطريق بالخريطة من رامين كوفاتلسي إلى كريوهو ورح تكون قيمة الطريق هو 140 زائد 80 زائد 146 زائد القيمة المتوقعة للوصول من كريوهو إلى بوخارس اللي هي اشكل اللي هي 160 نجل نكتبها جوهو هميه راح تكون قيمة الطريق هي عبارة عن 140 زائد 80 زائد 146 زائد 160 اللي تكون الطييمة الكلية ماتته هو 526 هسه بطرق الثلاثة اللي قيناها اللي هي إلى سي بيو وبيت سيتي وكريوهو وين المفروض نتجه؟ المفروض نتجه إلى بيت سيتي اللي هو أشغال اللي هو 415 لكن لازم احنا مننسى أنه بالأي سار القرثم لازم نباوع على كل الطرق السابقة اللي ممشينا به فنجش نسوي ناخد نظرة أوسع على كل الطرق اللي ممشينا به هاي هي الخريطة الكاملة للطريق اللي ممشيناه من البدالي هسه عدنا طريق أقل من القيم اللي لقيناها آخر شي عدنا طريق أقل من ال 415 نجي نباوع هنا ماكو هنا هنا أكو مو أقل لكن يساوي لازم نمشي بهذا الطريق ممكن الحل الأفضل يطعب هذا الطريق مو بهذا فنجش نسوي نرجع نعوف هاي الخطوة هسه حاليا ونرجع نشوف هذا الطريق حتى نتأكد أنه أكو بي طريق أقصر لو ماكو فننقل السهم مالتنا من رومينكو فاتلسي إلى فاقراس مؤقتا حتى نشوف ممكن الطريق الأقصر يطلع من نوت وممكن الطريق الأقصر يطلع من رومينكو فاتلسي فنرجع له هسه من فاقراس كم طريق عدنا ممكن يوصل إلى بو خرست نرجع للخريطة نشوف من فاقراس عدنا طريقين فقط هو طريق يودي من فاقراس إلى سي بي يو وطريق يودي من فاقراس إلى بو خرست مباشرة نرجع نكتب هنثين هنجوه حتى نشوف يهو الطريق الأقصر فهنا عدنا طريق من فقراس طريق من فقراس إلى بوخارست مباشرة وطريق من فقراس إلى سيبيو نجي نحسب قيمة كل طريق نبدأ طريق بوخارست قيمة الطريق من فقراس إلى بوخارست هو عبارة عن 140 زائد 99 زائد 211 زائد 0 ليش زائد 0؟ لأن قيمة الوصول من بوخارست إلى بوخارست هو 0 وكاتب لكم إياها بالجد والهمية بوخارست هي 0 فنجي نكتبها جوا فهي 140 زائد 99 زائد 211 زائد 0 واللي يساوي 450 زيني الطريق الثاني هو من فقراس إلى سيبيو نجي نحسب قيمة الطريق من الخريطة قيمة الطريق من فقراس إلى سيبيو هو عبارة عن 140 زائد 99 زائد 99 زائد القيمة المتوقعة للوصول من سيبيو إلى بوخارست اللي هي 253 نجي نكتبها فنقول قيمة الوصول هي 140 زائد 99 زائد 99 زائد 253 واللي يساوي 591 نسمونا الروح الروح للـ 526 لول الـ 450 لول الـ 591 أول شي قبل ما نقرر ونروح نرجع للطريق اللي عفنا نشوف عدنا حل أقصر لو ما عدنا فناخد نظرة أوسع للخريطة اللي مشيناها رح نشوف انو احنا بالطريق اللي عفنا عدنا طريق اللي هو مرة من كوفاتلسي إلى بيت سيتي اللي هو شغيت 415 اللي هو أقل قيمة بالطرق اللي طلعناها اللي يساكلهم فنرجع وين نرجع الى بيت سيتي بيت سيتي يصر هو طريقنا الحالي ننقل السهم مالتنا من فقراس الى بيت سيتي ونبدأ نحل باعتبار انو بيت سيتي هي مدينتنا الحالية وسنرجع للخريطة حتى نشوف من بيت سيتي كم طريق عدنا ممكن يوصل الى بوخارست اسا من بيت سيتي عدنا ثلاث طرق طالع من بيت سيتي يرجع الى رومينكوفاتلسي من بيت سيتي الى كرايوفا ومن بيت سيتي يودي الى بوخارست نجي نكتم هي ثلاثتين ونشوف ياهو الطريق الاقصر اسا طريق الاول اللي عدنا هو من بيت سيتي الى رومينكوفاتلسي نجي نشوف ايش قد قيمتنا الخريطة قيمة الطريق من بيت سيتي الى رومينكوفاتلسي هو عبارة عن 140 زائد 80 زائد 97 زائد قيمة الوصول من رومينكوفاتلسي الى بوخارست اللي هي 193 نجي نكتبها جاو فرح نقول هي 140 زائد 80 زائد 97 زائد 97 زائد القيمة المتوقعة اللي هي 193 ويساوي 607 الطريق الثاني اللي عدنا هو من بيت سيتي الى كريوفا نجي بالخريطة حتى نشوف ايش قد قيمة الطريق قيمة الطريق من بيت سيتي الى كريوفا هو 140 زائد 80 زائد 97 زائد 138 زائد قيمة الوصول المتوقعة من كريوفا الى بوخارست اللي هي ايش قد؟ اللي هي 160 نجي نكتبها جاو نقول 140 زائد 80 زائد 97 زائد 138 زائد قيمة الوصول المتوقعة اللي هي 160 ويساوي 615 الطريق الاخير اللي عدنا هو من بيت سيتي الى بوخارست نجي نشوف من بيت سيتي الى بوخارست تشقيد على الخريطة قيمة الطريق من بيت سيتي الى بوخارست هو عبارة عن 140 زائد 80 زائد 97 زائد 101 زائد قيمة الوصول المتوقعة من بوخارست الى بوخارست اللي هي ايش قد؟ اللي هي صفر تقدر تشوفها من الجدول صفر؟ او تقدر تستنتجه ان القيمة المتوقعة للوصول من المدينة الاخيرة الى المدينة الاخيرة هي صفر دائما نجي نكتبها جاو فنقول 140 زائد 80 زائد 97 زائد 101 زائد 0 اللي يساوي 418 هل انتهي الحل هنا؟ هل نعتبر نفسنا وصلنا الى بوخارست؟ نجي اول شي نتأكد من الطرق الاخرى عدنا طريق اقل من 418 هسا هنا ما عدنا 607 و 615 نجي نشوف بالطرق اللي مرحنا بيها عدنا طريق اقل من 418 ناخد نظرة اوسعة الطريق رح نلقي ان الطرق المرحنا بيها هي 450 و 591 فما عدنا طريق اقصر من 418 فهيش نكون نعتبر نفسنا انه لقينا الطريق الاقصر من اراد الى بوخارست اللي هو من اراد الى سي بيو ثم من سي بيو الى من كفاتلسي ثم مره من كفاتلسي الى بيت سيتي ثم من بيت سيتي الى بوخارست هذا يكون الطريق الاقصر اللي قيمته اللي قيمته 418 نجي نرسم هذا الطريق عالخريطة ايضا حتى نتأكد منه عالخريطة رح يكون الطريق الاقصر هو من اراد الى سي بيو ثم من سي بيو الى رمينكو فاتلسي ثم من رمينكو فاتلسي الى بيت سيتي ثم من بيت سيتي الى بوخارست هيش نكون لقينا الطريق الاقصر وحلينا المثال هذا المثال مثل ما قلت لكم بالبداية يعتبر هو المثال الاكثر شيوعا لخوارزمية اي ستار الغورثم اذا افتهمتو هذا السؤال تكونوه بنسبة كبيرة افتهمتو خوارزمية اي ستار بشكل كامل اتمنى يكون المثال واضح اتمنى يكون شرحي واضح واتمنى تكونوا استفادية من هاي الحلقة ادعوكم الاشتراك بالقناة وانتظر الحلقات القادمة اللي رح نشرح بيها امثلة اكثر عن اي ستار الغورثم والخوارزميات الاخرى ومن على من نلتقي مرة اخرى اتمنى تكونوا بخير ونلتقي ان شاء الله بالحلقة القادمة